دكتور كريم عدل خبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية السؤال اللي كنت بترحه مبني على انه احنا في اغلب المحافظات بتاعت الجمهورية باستثناء تلات ارد مع محافظات بيبقى غالبية النشاط الاقتصادي للافراد اما بالزراعة او مرتبط بالزراعة بشكل او باخر يبقى زراعة انتاج حيواني انتاج داجيني انتاج قلبان تجارة في الزراعة تجارة في الحاصلات اعلاف اسمدة حاجات زي كده لكن على ما يبدو انه احنا بنحاول نعمل عملية تطوير في شكل الاقتصاد المصري وبالتالي يبقى فيه تعددية فيه مصادر الاقتصاد وفروعه وما الى ذلك احنا بقى وحنا بنعمل المدن الجديدة اياها دي بنشتغل ازاي الدولة بتراعي عند انشاء مثل هذه المدن او حتى في حالة تطوير المدن الحالية انشاء المناطق اللوجستية والخدمية اللي بتخدم هذه المدن من ناحية وايضا بتخدم المدن القريبة منها يعني على سبيل المثال لو بنتكلم على قطاع الزراعة هنجد ان في كل مدينة الدولة بتراعي انشاء مدن تتعلق بالتعبئة تتعلق بالتخزين لهذه المنتجات الزراعية وبالتالي انا هنا بوفر على سكان هذه المدينة من ناحية وبقلل من تكلفة هذه السلع لان انا بقلل من تكلفة النقل وتكلفة التخزين واللي كان بيترتب عليها ارتفاع في اسعار السلع للمواطنين وبالتالي هنا بوفرت فرص عمل للسكان والشباب ومن ناحية تانية حفزت على جودة منتجات وسلع معينة وايضا سهمت في جذب استثمارات جديدة لهذه المناطق الانتاجية او المناطق اللوجستية والخدمية من شأنها توفير فرص عمل من شأنها توفير او تطوير او المساهمة في تطوير هذه المدن وانشاء مدن جديدة اخرى يعني مثلا كنت الاحظ انه زمان كنا نبقى حفظين يعني يقولك مثلا المناطق الصناعية في مصر منطقة الصناعية 6 اكتوبر ومنطقة الصناعية العشر من رمضان وبس وكأنه ما عنديش اي حاجة في مصر التانية عرب اصنع فيها مؤخرا لقينا ان انا بعمل مصانع بتاع التكنولوجيا متقدمة في باني السويف مصانع تليفونات محمولة مصانع تلفزيونات مش عارف LCD LED مش عارف الحاجات الجديدة دي اللي بعمل منطقة صناعية في قصيوت ومدن زكية لان انا قاعد عمل شغال فيه ان انا بخلق مدن صناعية فيه اماكن ما كانتش حتى هم اهل فاحلمهم يتصوروا ان هيبقى فيه منطقة صناعية هنا وكانت زمان تحصل دايما مناقشات لي يا جماعة ما تعملوش منطقة صناعية عندنا هنا في المحافظة احنا عاوزين نشتغل عاوزين نصنع ايه التغيير اللي طرق على ذهنية الدولة لو صح التعبير اه التغيير كان ذهني وكان اجرائي لان احنا في السابق ما كانش فيه شبكة طرق وكباري ما كانش فيه شبكة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل هذه الامور ما كانش فيه شبكات مياه وشبكات صرف صحي كل هذه الامور لما الدولة بدأت تعمل على تطويرها والتوسع فيها اصبح هناك فيه امكانية لانشاء مثل هذه المناطق سواء مناطق صناعية مناطق لوجستية مناطق خدمية اصبح هناك فيه قدرة على ذلك فيه قدرة استعابية للبنية التحتية وايضا فيه طرق وكباري بتربط كافة محافظات ومناطق الجمهورية ببعضها وبالتالي لما بنشئ منطقة صناعية في منطقة معينة بتستطيع المحافظة المجاورة لها او المحافظات المجاورة لها الاستفادة منها